دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبصم والحوار بلا جدال فيه التوصد في الأمور والاعتدال ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي وحول العالم أهلا وسهلا بيكم ولقاء يتجدد وبرنامج هذا ديننا وزي ما عودناكم أن كل يوم بطلة جديدة وعالم من علمائنا الأفاضل بس النهاردة حن يكون ضفنا يعني بطلاته المتكررة على الشاشة أحد علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة النهاردة أتوقع أن احنا إن شاء الله نكون بنقدم لكم حلقة ولا أروع بعنوان بر الوالدين إسبحونا نرحب بدفن الغالي أهلا وسهلا فضيلة الدكتور محمد سعيد والحقيقة يعني بنثقل عليك لما نختار موضوع شائك زي موضوع بر الوالدين ولكن نعلم أن نأخذه من البحر أهلا وسهلا بحضونا أجمعين وحافظكم الله ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ربنا يحفظك ويبارك فيك دكتور محمد وزيما الأوجاع والمشكلات اللي في المجتمع بتقابلنا دايما وأنا أعتقد أنه بيطرح وحضرتك يعني بتلتقي وبتقابل وبتجيلك مشكلات كتير جدا خاصة به بعض يعني العقوق من الأولاد للأباء ومشكلات كبيرة جدا في المجتمع دلوقتي بر الوالدين موضوع يعني ولا أروع وأكيد نبدأ ببر الوالدين في القرآن وربنا سبحانه وتعالى كان بيطلب مننا فيه الحمد لله الحي القيوم هو الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء وزيانها بالنجوم وثبت الأرض بجبال في التخوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المعصوم أما بعد فإن القرآن العظيم قرن ثلاثا بثلاث الله أدبر قرن القرآن طاعة الرسول بطاعة الله عز وجل فقال رب العزة جل في علاه وأطيع الله وأطيع الرسول قرن القرآن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة فقال ربنا جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرن القرآن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله عز وجل الله فقال ربنا تبارك وتعالى وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الله أحسنوا بالوالدين لم يقل أحسنوا إلى الوالدين إحسانا وإنما استخدم القرآن حرف الباء التي تفيد الإلصاق للدلالة على مدى القرب والعلاقة القوية الوثيقة بين الأبناء وبين الآباء والأمهات هذه العاطفة التي تروي لنا الآثار العديدة مظاهرها رجل يقال له أبو كلاب هذا الرجل كان طاعنا في السن بلغ التسعين من عمره وكان كفيف البصر لا يرى ذهب يبكي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال عمر بن الخطاب ما أبكاك يا أبا كلاب قال اشتقت إلى ولدي كلاب أخشى أن أموت وأفارق الحياة قبل أن أرى ولدي قال فاروق الأمة أين كلاب قالوا لقد خرج في كتائب الغزو والجهاد مع جيوش المسلمين في الفتوحات الإسلامية نعم رجع أبو كلاب حزينا يبكي لأنه علم أنه لن يستطيع أن يرى ولده لكن قلب أمير المؤمنين رقى لهذا الشيخ الطاع في السن نعم وأرسل لإحضار كلاب في الحال فلما جاء كلاب قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا كلاب أذكر لي مظهرا من مظاهر برك بأبيك التي جعلته يشتاق إليك كل هذا الشوق نعم قال كنت كل صباح أذهب إلى الناقة فأغسل ضرعها وآتي بإناء النظيف وأحلب فيه اللبن وأذهب إلى والدي وأقف تحت قدميه حتى يستيقظ فأقدم له اللبن قال اذهب وفعل ما تفعله دون أن يشعر بك أبوك ثم أتني بإناء اللبن فذهب إلى الناقة وغسل ضرعها وآتى بالإناء وحلب اللبن ورجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يشعر أبوه بحضوره فأرسل عمر بن الخطاب إلى أبي كلاب فجاء أبو كلاب وسلم على أمير المؤمنين ووقف بين يديه فقدم له عمر بن الخطاب إناء اللبن وقال له اشرب هذا الإناء يا أبا كلاب فأمسك أبو كلاب بإناء اللبن وقربه إلى فمه ليشرب فإذا به تفيض عيناه بدمع هتون قال ما يبكيك يا أبا كلاب قال والله يا أمير المؤمنين لو لأني أخشى أن تقول إني قد خرفت لقلت لك إنني أجد ريح يدي ولدي كلاب في هذا الإناء الله قال ها هو كلاب بين يديك فارتمى كلاب بين أحضان والديه في مشهد أدمى العيون وأبكى القلوب وهذا ما رأيناه مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل حينما أمر بذبح ولده إسماعيل وإذا بإسماعيل عليه السلام يظهر روعة البر فيقول لأبيه عند زبحه واستسلامه بين يديه يا أبتي أشدد وثاقي وأحكم رباطي حتى لا أضطرب فينطقص أجري واكشف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فيشتد حزنها وتفيض دموعها واشحز شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد وإذا رجعت إلى أمي فقرأ عليها السلام مني وإذا أعردت أن ترد عليها قميصي هذا فافعل فإن فيه تسرية لهمها وسلوة لها في مصابها وهو ذكرى لوحيدها تشتم منه عبيرة وتتنسم فيه أريجة وتعود إليه حين تبحث حولها فلا تراني وتفتش عني فلا تجدني أستودعك الله يا أبتاه فضمه إلى صدره وأخزه يقبله وقال نعم العون أنت يا بني على أمر الله وتباكي وانتحب إن هذا لهو البلاء المبين عاطفة الأبوة عاطفة الأمومة لا تعدلها عاطفة فمن المؤسف أن تقابل بالجحود في هذا الأيام من قبل بعض الأبناء كما أوضح ذلك أحد الشعراء في أبيات يقول فيها نعم أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها الله والقلب أخرجه وعاد وما عذر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر يا الله فكأن رجع الصوت رغم حنينه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر واستل خنجره ليطعن صدره طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأسر يا الله على القلب يا الله نعم والله ولا أروع يعني هذا السرد الرائع يعني حينما تكلمت عن سيدنا إسماعيل وكيف له يعني هذه الطاعة العمياء لأبيه وهو يعلم أنه سيزبح نعم وسيدنا إبراهيم هذا الأب الذي يتكلم عن وحيده والآية الكريمة تقول فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وكأن يعني يا دكتور لما الاتنين سلموا الأمر لله جه من السماء الأمر أنه أنتوا سلمتوا أنتوا أمنتوا هذه القلوب يعني الأمر برضو الطاعة صحيح الطاعة بيأتي معها الفرج من السماء القرآن أفاض في ذكر بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين والآيات كثيرة وهكذا السنة وأعتقد أن سيدنا النبي تكلم في هذا الموضوع ومواقف كثيرة من الصحب الكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله أي غضب الله في سخط الوالدين كذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه رغم أنف عبد أدرك والديه في الكبر أو أحدهما ولم يغفر له يعني خسر خسرانا مبينا من أعطاه الله هذه الفرصة ولم يغتنمها ولم يغفر له حينما جاء شاب يستأزن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد قال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد هذه صورة من صور الجهاد وهي بر الوالدين وفي حديث آخر حينما جاء شاب يستأزن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد قال ألك والدة قال نعم قال إلزمها فإن الجنة تحت قدميها وفي رواية إلزم رجليها فثم الجنة الله أكبر ولذلك حينما حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر فقال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين بعد الشرك مباشرة مباشرة وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت حينما كان نبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه رؤية رآها أو من المعلوم أن رؤية الأنبياء وحق وحق قال لهم إني رأيت البارحة عجبا وكان من ضمن ما سرده أنه قال رأيت رجلا من أمتي نعم جاءه ملك الموت ليقبض روحه فأتاه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه هل معنى ذلك أن بر الوالدين يعطي بركة في العمش نعم بر الوالدين أعلى درجات صلة الرحم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرحم قال أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك إذن أعلى درجات الرحم الأم والأب طيب ونعلم أنه من الأثر حديث أصحاب الصخرة صحيح يعني قصة أصحاب الصخرة صحيح الثلاثة الذين آهوا إلى الغارف انطبق عليهم فتضرعوا إلى الله بصالح أعمالهم واحد منهم تضرع بأمانته والثاني تضرع بعفته والثالث تضرع وتوسل إلى الله ببره بوالديه القرآن أولى رعاية خاصة للأم والأب ولكن في الكبر نعم صحيح لأنه يعني أو كنا عندنا مثل قديم يا مكبرنا يا مصغرنا ببقى بعض التصرفات أو بضعف والوهن بيحصل نوع من أنواع الإهمال الشديد من الأبناء نعم للأولاد وأرجو إسقاط الضوء على اهتمام القرآن بالأم والأب وخاصة في الكبر إذا تأملنا في القرآن المجيد وجدنا أن الله عز وجل يقول في محكم آياته وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا الله أكبر قال ربنا عز وجل إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ رعايةٌ خاصة للوالدين في الكبر لماذا؟ لأن كبار السن يعيشون في مرحلة حرجة من أعمارهم كبار السن قد يرقدون ولا ينامون قد يأكلون ولا يخضمون قد يضحكون ولا يفرحون قد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم كبار السن يؤلمهم بعدك عنهم وانصرافك من جوارهم واشتغالك بهاتفك في حضرتهم يشعرون بانكسار داخلي لأنهم لم يعودوا محور البيوت أو بؤرة اهتمام العائلة كما كانوا منذ قبل كبار السن فقدوا صحتهم ونظارتهم ووالديهم وكثيرا من رفقائهم فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على كثير من الأحزان الكلمة التي كانت لا تريحهم حال قوتهم الآن تجرحهم والكلمة التي كانت تجرحهم الآن تزبحهم غادر بهم القطار محطة لذة وصاروا في صالة انتظار الرحيل ينتظرون الداعية ليلبوه لديهم فراغ يحتاج إلى عقلاء رحماء يملؤونه حوائجهم أبعد من الطعام والشراب والملبس والدواء فالمعنويات عندهم أكبر بكثير من الماديات هم قريبون من الله فدعاؤهم أقرب إلى القبول فاغتنم قبل نفاذ الرسيد شابت شعورهم ويبست مشاعرهم وخارت قواهم يحتاجون إلى بسمة رقيقة في وجوههم وإلى كلمة جميلة تطرق آذانهم وإلى يد حانية تمتد إلى أفواههم وإلى عقول رزينة تستوعب رؤاهم فكن لهم العوضة عما مضى وكن لهم الربيعة في خريف أعمارهم وكن لهم العكازة فيما تبقى هم كبار السن الآن وسيذهبون وستكون أنت هذا الكبير المسن المقبل فانظر ما أنت زارع وما أنت صانع اجعلهم يعيشون أياما سعيدة وليالي مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من الإحسان إليهم حتى إذا خل المكان منهم لا تكون من النادمين سلام على كبار السن وسلام على من يراعون كبار السن واللفز الجميل وحضرتك بتقول المنتظرون في صالة الرحيل وكأن الآية الكريمة وهي بتقول وإن يبلغانا عندك نعم العندية عندك وكأن الحوار من الله للذين يعقلون يعني الأب والأم لما يكبروا لازم يبقون فيه يا دكتور عند أولادهم الله فلا يتهرب البعض من هذه الأمانة والمسئولية أكد يا دكتور ولا يلقي أحد بالمسئولية على إخوته نعم فأقول لكل إنسان إياك وأن يفسد عليك الشيطان اصطفاء الله لك بوجود والديك في حياتك فيقول لك وأين إخوتك وأين أخواتك ولماذا تحمل أنت هذا الحمل اعلم أن هذا اصطفاء من الله لك ولماذا تحمل أنت هذا الشرف نعم هذا الشرف صحيح يعني وجود ظاهرة دور المسنين في هذا البلد الرائع بلد الأزهر بلد هذه الأوقاف الرائعة صحيح يعني والله أشعر أنه خزي أن يكون بيننا دور للمسلمين لأن الأولاد يخسرون خسرانا مبينا بضياع هذه الفرصة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك فقال رغم أنف عبد أدرك والديه في الكبر أو أحدهما ولم يغفر له يضيع على نفسه فرصة عظيمة نعم يغلق أمامه بابا فتحه الله له من أبواب الجنة وأعلم أن في الأثر وقصة سيدنا موسى لما يعني أوحي إليها أن هناك رجل في السوق له نفس المرتبة أو سيجتمع بسيدنا موسى في الجنة وتعجب سيدنا موسى نعم صحيح من هذا الشخص صحيح إنما سأل موسى عليه السلام ربه أن يريه رجلا من أحد رفقائه في الجنة نعم فقال له أمكث عند هذا الوادي أول شخص سيمر عليك هو رفيق لك في الجنة الله أجل فانتظر فإذا بشخص عادي بسيط يمر أمامه فتبعه موسى عليه السلام فإذا به يدخل من باب كوخ صغير بيت صغير فنظر من خلف الباب فإذا بالداخل امرأة عجوز وإذا بهذا الرجل يدخل إليها فيقبل يديها ورجليها ويتودد إليها ويحاول أن يدخل السرور على قلبها ويقدم لها الطعام ويطعمها بيده ويسقيها بيده وينظف المكان حولها انتظره موسى حتى خرج قال من هذه يا رجل قال هذه أمي قال وهل هي راضية عنك قال أتمنى من الله ذلك قال هل تدعو لك أمك قال إن شاء الله تدعو لي قال بما تدعو لك قال لا أدري قال ادخل فاسألها فدخل فسألها ثم خرج إلى موسى وقال إن أمي تدعو الله عز وجل لي بأن أكون رفيق موسى في الجنة قال هنيئا لك يا رجل فأنا موسى بن عمران وقد أخبرني الله عز وجل بأنك رفيق لي في الجنة فادخل إلى أمك وبشرها بأن الله قد أجاب دعاءها الصادق لك فدخل إلى أمه فوجدها قد ماتت وفارقت الحياة الله فخرج إلى موسى باكيا متألما متحسرا وقال لقد ماتت أمي قال هنيئا لك فقد ماتت أمك وهي راضية عين الله أكبر بر الوالدين بره بأمه أولا هذه الدرجة يعني صحيح طيب واسمح لي في وجود يعني هذه الموسوعة الرائعة وإحنا نتكلم مع فضلت الدكتور محمد واتكلمنا عن الوالدين وعزم الدور والقرآن والسنة قد إيه أولوهم يعني هذا العزم ولكن هناك على الجانب الآخر عقوق من الوالدين للأولاد يعني لما نسأل بعض الأولاد أنت ليه بتعمل كده بيكون في بعض الردود الصدمة برضو حضرتك تقول إيه للأباء والأمهات اللي أنا بوصيهم ببر الأولاد أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله على رعية كلنا نعلم أن الأب أو الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته نعم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة يا الله وبارئت منه ذمة الله ورسوله يا الله والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول الله أكبر كلنا يعرف موقف عمر بن الخطاب مع هذا الرجل الذي شك إليه من عقوق ولده فأحضر الولد فشكى الولد من عقوق أبيه نعم وقال ما حقي على أبي فذكر له عمر بن الخطاب ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن نعم قال لقد سماني جعلة اسم حشرة نعم واختار لي أم زنجية غانية راقصة إذن أم غير صالحة ولم يعلمني آية أو حرف من كتاب الله عز وجل من المؤسف أننا نجد البعض يفهم أن حق الأولاد يقتصر على المادة على الناحية المادية نعم فحسب نعم فينشغل بجمع المال لأولاده فقط نعم ولا يقومهم ولا يؤدبهم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع من ذهب الله ويقول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا يعني ما أعطى أو ما ورث والد لولده خيرا من أدب حسن الله وقال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم لذلك يعجبني قول الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه زليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مجغولا أبا مجغول بجمع المال أم مجغولة بمظاهر الحياة الكاذبة بيت خلى من ذكر الله عشش فيه الشيطان بيت لم تقم فيه صلاة فهو بيت خرب وإن بدت عليه مظاهر الرفاهية والسراء رفاق سوء لم يجد الشاب أو الفتاة من يستنقذه من مخالبهم مواقع فاسدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح صحيح إننا نجد الأبا يبذل قصار جهده في إعداد ولده للحياة الدنيا وينفق في سبيل ذلك كل مال كل المال نعم فيختار لابنه أحسن المدارس نعم ويعطيه الدروس الخصوصية المتعددة نعم ويتعب لكي يلحقه بأعلى كليات الجامعة مهما كانت مكلفة وإذا سألته لماذا يفعل ذلك يقول لك لكي أبني مستقبلا وهذا لا بأس به نعم ولكن لكي تبني مستقبله على أساس متين لابد أولا أن تجنبه قطوات الشيطان حتى لا يستهويه الشيطان بدائم من الداءات التي تهلك المال وتدمر الصحة وتضيع المستقبل وتبدد الآمال قبل كل شيء انسى لنفسك وأنت تربي ولدك نعم هل علمته كيف يصليه؟ طبعا هل علمته كيف يقرأ القرآن ويفهمه؟ اللي أنا يعني استشفته من حضرتك أنه التركيز على الناحية المادية أثرت كتير جدا جدا على بيوتنا نعم وتركت فراغ شديد جدا جدا ولكن مفهوم أأمن المستقبل مفهوم تأمين المستقبل مفهوم منقوص عند كثير من الأباء الأباء اسمح لي ناخد أختنا مليكة من الأقصر نعم وبعدين أرجع مع حضرتك نعيد صياغة مفهوم بناء المستقبل للأولاد معنا تصال؟ معنا تصال؟ تفضل؟ هلو؟ أيوة فادي متفضلي السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته إزاي قبل أنتك يا شاب؟ مرحبا أهلا وسهلا لو سمحت أنا عندي 22 سنة وأشكرك لأنه سؤال رائع جدا 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 وحيفتح لنا باب يعني عظيم يعني أنا بشكرك قبل مليكة تحياتي لأهل الأقصر جميعا دكتور سؤال ولا أروع نعم صحيح أم الزوج هل تدخل في نتاق بر الولدين ومفروض على الزوجة أن هي تبر أم زوجها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له أي الناس أعظم حقا على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه قيل فأي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها نعم وحينما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أسماء بنت عميس وقالت له يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هؤلاء الرجال شرع في حقهم الجهاد في سبيل الله نعم فإن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا كانوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون صحيح لكننا معشر النساء حرمنا من الجهاد في سبيل الله نعم فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغي عني من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بقدره تعدل ذلك الجهاد كله وقليل من كنا يفعلنا نعم معنى ذلك أن الزوجة عليها بر وطاعة زوجها ومن طاعة الزوج أو من البر بالزوج البر بأم الزوج نعم لأن المرأة إذا أحسنت إلى أم زوجها نعم أرضت زوجها نعم وبذلك أرضت الله عز وجل نعم وأذكر موقفا لأم قالت لزوجة ابنها طيب ما ناخد الموقف ده بعد ما نقابل حج أم عبد الرحمن من الأقصر عشان ما يزعلوش مننا نعم لحسن أن الاتصال جاي من بعيد معانا تصال من الأقصر ألو نعم عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته أنا أم عبد الرحمن للأقصر أهلا وسهلا عليك السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وطي التلفزيون على الآخر وكلمينا من التلفزيون تفضلي أنا معي أمي في باتة من ساوية ثلاث سنة وبقرية يعني بس وبتجوزت معها هي أنا بكلمها مش بترد عليها ويعني بكل ما الطفل وغيرهم مش جاعدة مش موجودة يعني أنا أعملها دي الوقت يعني هيها جلب عليها يعني أنت سكنة في مكان وهي في مكان وصعب أنك تروح لها طيب هي لما بتتصل على أمها بالتلفزيون بيرد عليها حد تاني وبيمنعه المكالمة توصل لأمها أو أمها مش عايزة ترد عليها فهي بتسأل هل هناك وزر عليها هي أي ابن أو أي ابنة يجب عليه أن يصل والديه وصل مباشرا نعم بمعنى أن الابن لازم يروح لوالديه إذا كان بعيد عنه والابنة كذلك لازم تروح لوالديها إن استطاعت إن كان فيه فاصل متاح يعني لابد من هذه الأمور إذا تعزل الأمر إذا لابد أن يأتي التواصل بالطرق الأخرى نعم ونحن في زمن السماوات المفتوحة الاتصال الاتصال الهاتفي للتواصل عبر شبكات الإنترنت هناك وسائل عديدة يعني الحمد لله الله عز وجل يسر سبل التواصل صحيح ولكن إذا شعر الإبن أو شعرت الإبنة بأن أمها غاضبة عليها أو أنها منكسرة من ناحيتها لابد أن تهرول إليها مهما جشمها ذلك الأمر من مشقة الله أكبر خشية أن يموت أحد الوالدين وهو غير راض عن ابنه أو ابنته لذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تتحمل المشقة وتتكبد العنت في سبيل إرضاء أمها والأم حنون سوف تقدر ظروف ابنتها ولكن عليها أن تسترضيها وتوضح لها ظروفها إن منعت تحاول ومدمن الطرق على الأبواب لابد أن تفتح لها ولكن لا تيأس وتهمل الأمر يعني الرسالة حاولي أكتر من مرة وقتهدي استمرار ولو قدرت تروحي توصلي لها يبقى جزاك الله خيرا لأنه في جنة مستنياكي بالمشوار ده معنا أم عبد الرحمن ناخد آخر لقاء وآخر تليفون وبعدين نرجع تاني نشوف بناء المستقبل للأولاد إزاي نعدوا بشكل المعيير فيكن منضبطا معنا تليفون أم أسلام أهلا وسهلا معك أم أسلام قارئ أهلا وسهلا بحركة فضلي أهلا وسهلا بحركة فضلي سهلا بحركة فضلي تاهد بس أن يعني لو في حد من الأولاد سمع يقول لنا أنا مش فهمش السؤال أو تتصل بينها تاني لأنه واضح أن الشبكة مش مظبوطة يريد تكلمينها تاني لأنه واضح أن سؤالك مهم شكرا بناء مستقبل الأولاد وإحنا بنتكلم في بين الوالدين وبنتكلم على بعض الآباء اللي دون القصد ودون العمد بيهمل أولاده وهو يظن أنه يحسن إليه صحيح نحن لا ندعو إلى الإهمال في الناحية العلمية أو الناحية المادية أو ما شابه ذلك فهذا من وسائل الخير ولكن علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء تاني بقى علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء أنت تهتم بتعليم ولدك اللغات الأجنبية والكمبيوتر والحاسب الآلي والإي سي دي إيل والدورات في مختلف النواحي والفروع وقد تغفل شيئا مهما يرفع ولدك ويرفعك إلى أعلى الدرجات وهو القرآن علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء قبل كل شيء انسى نفسك وأنت تربي ولدك هل علمته القرآن كيف يقرأه ويفهمه ويجوده حتى يكون مع السفر الكرام البررة هل علمته كيف يصلي هل علمته الصدق والأمانة والإحسان إلى الفقراء ومساعدة المحتاج وصلة الأرحام هل غرست فيه قيمة العفة والطهارة والاستقامة أم أنك انصرفت عن كل هذا وانشغلت فقط بإعداده لمستقبل دنيوي مادي غير متيقن الحق سبحانه يقول يا أيها الذين أمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من لم يلقن درسه في أهله فقد النجاح لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق تزريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح الله أكبر أكبر خطرك ما زلنا في إطار ملف التربية نعم والتي تعود علينا ببر للوالدين صحيح وعايز أقول وحضرتك بتتكلم دلوقتي أنه هناك من يجرم حق أولاده صحيح من الأباء والأمهات بعدم السؤال في مهرات التربية وعدم التهيئة المطلوبة التوجه إلى باب من الأبواب الضعيفة جدا في التربية هو يظن أنه قد أتى لأولاده صحيح صحيح يعني يركز في الجانب المادي فقط وهذه مأساة نعيشها في عصرنا أذكر أن رجل أعمال مصري نعم كان يكسر من الصفر إلى الخارج تاركا أسرته في القاهرة حتى صار مليونيرا ذات مرة وهو في صفره جاءته مكالمة هاتفية من القاهرة المتصل هو شقيقه قال له احضر فورا زوجتك تحتضر نعم قال أريد أن تعيش زوجتي سأضع كل ثروتي مقابل أن تعيش وأسرع بحجز تذكرة على أسرع طائرة وعاد إلى مصر وفي مطار القاهرة كان أخوه في استقباله فأخبره أخوه بأن زوجته قد ماتت متأثرة بجراحها فسأله كيف ماتت وسأله عن ابنه الوحيد لما لم يحضر لاستقباله فقال له أخوه لقد استدعاني ضابط الشرطة وطلب مني الحضور إلى القسم فورا فذهبت فوجدت ابنك هناك ممزق الثياب وعلى ملابسه بقع من الدماء وأخبرني ضابط الشرطة بأن ابنك مدمن مخدرات وقد قتل أمه هنا تأوه الرجل وقال لقد انتهت حياتي وقابل الرجل ولده في لحظات مؤسفة وأخبر الشاب أباه بأنه طاعن أمه بالسكين عندما رفضت أن تعطيه مالا لما علمت أنه يطلبه لجلب المخدرات وأخبره بأنه لم يعد إليه وعيه إلا بعد أن انطلقت نافورة الدماء من جسد أمه وكانت تردد وهي تلقط أنفاسها الأخيرة وتدعو الله وتقول اللهم اشف ابني وسامحه فإنه لا يدري وهنا تأطأ الرجل رأسه وخرج تاركا ولده دون كلام أو وداع ونادى الشاب على أبيه قائلا أنت السبب ولذلك فقد الشاب عقله وتم إداعه مستشفى الأمراض العقلية أقول للسادة المشاهدين إذا جاء أحدكم إلى القاهرة وبالأخص إذا جئت إلى الدق فهناك يجد مسجد في الميدان إذا دخلته لتأدية الصلاة فيه فقد تجد بداخله رجلا يرتدي جلبابا أبيض إن كان لا يزال على قيد الحياة ستجده في الركن الأمامي الأيمن يفتح كتاب الله يقرأ فيه وإذا فرغ من القراءة رفع كفيه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي وسامحني يا رب العالمين هذا الرجل نفسه هو الذي فقد أسرته بسبب سفره إلى الخارج وإهماله للنواحي المعنوية والتربوية وتبرع بمبلغ كبير من ماله لإدارة مكافحة المقدرات واتخذ من بيت الله مكانا يرحمه إذا أديت الصلاة بجواره فسوف يصافحك بحرارة بعد الفراغ من الصلاة وسيطلب منك بلطف وأدب أن تعطيه من وقتك القليل ليعرض عليك هذه القصة وسيبكي كثيرا وهو يسرد أحداثها وفي النهاية سيوجه إليك سؤالا محيرا من السبب في كل هذا؟ نعم يعني كلام يدمن القلب أنه انشغل جميع الواقع الواقع كثير من الناس وقع مأساوية بيجي للحقيقة في الأسئلة كثيرة وفي الأسئلة في هذا السياق وممكن الموضوع ابتدى يا دكتور فيه قطورة شديدة جدا بيبدأ بدأ بدر شوية يعني بدأ في سن كمان بدر شوية مش حتى لما يملك الشاب بأموره لا ابتدى الموضوع بدأ بدر شوية في سن الاعدادية فيه شيء من المقاومة الشديدة أصبحت في البيوت دلوقتي نتيجة تبني بعض الأراء المغيرة للسنة في التربية فأرجو من حضرتك إلقاء الضوء على أهمية تبني قضايا السنة في التربية صح وكم من أب ينطق بألفاظ خارجة على مسامع أولاده وكم من أب يكذب أمام أولاده وكم من أب ينام عن الصلاة المكتوبة على مرأة ومسمع من أولاده وكم من أب غافل مسكين وربما لا يخاف الله جعل بيته محرقة لعشرات السجائر كل يوم وتعال وانظر حال البيت ورائحته العفنة وسحب الدخان وأطفاله ينظرون إليه بعين البراءة ويتنفسون الهواء النجس العليل وربما أرسلهم لشراء علبة السجائر له وربما غضب وأرعد لو علم بأنهم سلكوا مسلكة وساعة إذن نقول له ستعلمك الأيام وستندم وقت لا ينفع الندم ففي علم النفس والاجتماع نظرية تسمى نظرية التربية بالقدوة فكن قدوة صالحة لأولادك لأنهم يقلدونك في أقوالك وأفعالك وسلوكياتك وتصرفاتك نعم مشى الطاوس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوهم فقال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا نعم على ما كان عوده أبوه الله أطر الأب قدوة نعم والأم في البيت مدرسة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أعددت شعبا وسيدنا النبي بيأكد على الاهتمام والرعاية الأم وممكن الأم أكثره في حديثه أمك ثم أمك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحقوا بحسن صحبتي يا رسول الله فقال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال أبوك نعم لأن الأم نعم عاطفة لا يعدلها عاطفة والأم أعطت لولدها ما لا يعطيه أحد لأحد غير الأم لولدها الله أكبر عطاء الأم والعطاء الأكبر بين البشر فإذا نظر الإنسان إلى أمه نظرة رعاية وحنان بقيت له آثار دعوة أمه حتى بعد مماتها طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك أو ومالك لأبيك نعم وكان له موقف يعني صحيح حضرك يعني صحيح هذا يعلمنا 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 أن كثيرا من الشباب الذي قد ينظر إلى المال على أنه شيء خاص به ويبخل على والديه إن وسع الله عليه يعلم أن الوالد أو الوالدة لهما الحق في كل ما يملك الإبن نعم فلا تحجب شيئا عن أبيك أو عن أمك لأنهما لم يحجب عنك شيء على مر الأيام وعلى مدى عمرهما فالابن الذي يحجب شيئا ماديا عن والديه وهو يعلم بحاجتهما إليه حتى ولم يطلب منه من فقه البر أن يتنبأ الولد بما يحتاجه أبوه أو بما يتمناه أبوه أو أمه فيقدمه إليهما قبل أن يطلباه منه نعم طيب يا دكتور يعني اسمح لي ومش هقول نقل بالطاولة ولكن يعني في غاية الخطورة أن يحرم الأب أو الأم الأبناء يعني تشتكي أو يشتكي مني تشتكي الولد يقول لي أنا محروم أنا يعني هناك والتمييز والتفريق ويعطي الأحد ويحرم أحد والقضية خطيرة دي كيف نصل إلى البر وأنه لم ينشأ على البر صحيح كلنا يعلم حديث النومال بن بشير الذي أراد والده أن يكتب أو أن يمنحه قطعة أرض مزية عن إخوته وحينما طلبت الأم أن يعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه كي يشهد عليه قال أشهد عليه غيري فأنا لا أشهد على جور حينما سأله هل نحلت كل ولدك مثل هذا فقال لا لذلك صرخة على هامش اللقاء أيها إلى كل من تراوده نفسه أن يميز أو يفرق بين الأولاد أو أن يعطي لأحد ما يميزه على غيره حدثني شاب أعرفه وقد توفي أبوه منذ فترة من الزمن فقال لي لقد رأيت أبي في المنام وليتني لم أره رأيته في صورة مفزعة رأيته أسود الوجه يلبس ثيابا من قطران بهيم وجسده يقتر بالقار أي بالزفت والعياذ بالله والأدهى والأمر من ذلك أني وجدته أعمى قد صار ضريرة وكان قبل الموت بصيرة ووجدته قادما في ظلمه ومن حوله ظلمه قلت له كفى يرحمك الله لا شك أن الشيطان قد زج بأبيك إلى الوقوع في مظلمة قبل موته لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة فابحث عن الذين تعتقد أن أباك قد ظلمهم وحاول أن ترد إليهم مظالمهم الله أكبر قال إن أبي كان له أربع بنات وولدان قبل موته كتب كل تركته لي ولأخي وحرم أخواتي الأربعة من إرثه فصارت العداوة والقطيعة والخصومة والكراهية بيننا وبين أخواتنا البنات الله قلت له لقد خالف أبوك الشرع الإلهي وأعرض عن ذكر الله وشرعه وكتابه والحق سبحانه يقول في القرآن المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لذلك فإننا نناشد كل من تراوده نفسه أن يورث قبل الموت أو أن يظلم في المواريس أو في العطايا العدل بين الأولاد أنا لا أعطي ثروتي لمن أحب ولكن أعطيها لمن أحب الله له أن يأخذها ومدام الإنسان قد دخل دنياه وليس معه شيء فإنه يخرج منها أيضا وليس معه شيء وليس للإنسان أن يوصي إلا في سلس ماله أما السلسان فهما حق الله يتصرف فيهما بقوانين التوريث كما أراد كما أن السلس الذي توصي به ينبغي أن يكون لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فإن كانت الوصية لوارث لظروف مرضية أو لعلة من الضعف أو ما شابه ذلك فلا بد من موافقة جميع الورثة إن كنت تخشى الله واليوم الآخر لذلك قال الحكماء شر الناس من باع دينه بدنياه وشر هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم دكتور إحنا الحقيقة ما كنتش أتمنى أبا أن الوقت يخلص والوقت عدم أحرب بصرع ولكن قبل نهاية هذا اللقاء وعايز أستفيد من وجود عالم من علمائنا الأفاضل معنا في هذا اللقاء وحنا نتكلف في موضوع ولا أروع ولا أهم كابسولة لكل شبابنا اللي بيسمعونا وخاصة الذين تزوجوا ولهم أولاد كل اللي بيشوفونا دلوقتي إزاي إنه رسخ لبر الآباء ايه تصرفات اللي الرسالة اللي حركتبعتها دلوقتي لكل البيوت اللي بتشوفنا إزاي أولادنا يشوفونا واحنا بنبر آباءنا عشان يبقى فيه ترسيخ لهذه القيمة في البيت بروا أباءكم تبركم أبناءكم كما تدينوا تدام واعلم أن دعوة صادقة من أبيك أو من أمك ستنير لك الضربة على مر العصول والأزمان لأن الحياة فانية وازرع لتحصد دنياك يا مرتدي أثواب عزتها يوما ستفنى ويبقى الرب بانيها فازهد بدنياك وعمل للحساب غدا وازرع سنابل خير سوف تجنيها الله أكبر يعني الحقيقة هذه الكلمات هنخليها هي كلمات النهاية وليس بأننا نهاية إن شاء الله أنا بشرح حضرتك على هذه الكلمات الرقيقة الطيبة وعايز أستلف من حضرتك لفظ صالة الرحيل لأن الحقيقة شديني جدا جدا أن ننظر لآبائنا بأنهم وقد أوشكوا على مشارف الرحيل أن ننظر لهم بنظرات طيبة فضيلة الدكتور محمد السعيد عطلة أحد علماء وزارة الأوقاف بل أحد علماء مصر الأفاضل كنت ضيف غالي علينا أنا بشكر وجودك معنا ونتملة إن شاء الله لقاءات ولقاءات على الصحة والجمال أعزائي المشاهدين بشكركم في نهاية هذا اللقاء لطيب المتابعة وعد باللقاء مرات أخرى في برنامج هذا ديننا حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوى والصوت في الأمور والاعتدال ديننا اشتركوا في القناة